موسيقى سنشهد اختبار لأدنى مستعيد في هذا العام عند التسعة وثمانين عشرين تقريباً وللإجابة ينضم علينا في الستوديو مارك لي وهو محلل أسواق مالية في إكويتي جروب مارك أهلاً بك وشكراً للموجودك معنا في استوديوهات سي أم بي سي عربية مارك دعني أبدأ معك من محضر اجتماع الفيدرالي يوم أمس البعض تفاجأ في تغيير عبرات قليلة ولكن شهدنا ربما بعد التأثير على أسواق المالية دعني أبدأ معك من هذا المحضر بعد المخاطر في الأسابيع الماضية كان هناك تراجع عن المخاطر أمس كانت هذه ردة فعل مبالغة فيها السوق كانت السوق عاطفية وذلك بعد التأثير في 2013 طبعاً هذا ما أثر على الأسواق البعض فكروا أن التيبرينغ مطلوب إذا كان هناك توجه نحو أهداف الفيدرالي ولكن لم يكن هناك أي تغيير حقيقي الفيدرالي أيضاً قام بإطلاق الإجماع هناك وكان هناك ارتفاع لمعدلات الفائدة وتوقع المعدلات خلال عام 2022 إذن لم يكن هناك أخبار مفاجئة الأسواق كانت متذربة جداً وشهدناها تتعافى الآن وهذا ما توقع لم يكن هناك أي تغيير من قبل الفيدرالي الرسالة هي الصبر أن نكون صبورين وأن هناك أيضاً تضخم مؤقت شراد هذا أيضاً تحدث أنه لم يحنى الوقت للحديث عن التيبرينغ وأيضاً شهدنا أيضاً إلى الرئيس في أتلانطا أنه كان هناك إذا أعتقد أنه علينا أن نتطلع إلى ما يقوله الفيدرالي الآن أصبح هناك شهية للمخاطرة وتراجع للدولار أشارت إلى الدوتر بلوت هل تعتقد بأنه الشهر القادم في اجتماع القادم من الممكن أن نشهد اختلاف في شكل هذه الدوتس وخصوصاً بعد بيانات التضخم أعتقد أنه من الصعب جداً أن نقول أن التضخم والبيانات الاقتصادية تشير إلى أي شيء علينا أن أتطلق مع الفيدرالي المبيانات المستقرة هناك تقدم تدريجي ولكن ما أقوله هو أن هذا ما سيمنحنا بعض الرضوح ولكن أمس ليلة أمس التصريحات لم تتغير بالنسبة لي والاتجاه سيستمر كان هناك ضعف في أداء الدولار لسيما بعض المؤشرات أيضاً تراجعت علينا أن ننتظر اجتماع شهر يونيو أشارت إلى الريسك أون والدولار إلى التراجع التراجع إلى أين؟ نحن نقترب اليوم من أدنى مستويات خلال هذا العام هل سنشهد الدولار بعد دون مستويات التسعة وثامنين مثلاً على المؤشر؟ نعم مؤشر الدولار هو مقياس مهم لنفسية الأسواق وهو المؤشر الذي ينتظرونه مقابل وعملات رئيسية فيما تعلق بالأرقام اليومية كان هناك تراجع وتراجع في الأقل مستويات وحتى أعلى مستويات ويبدو أن الدولار ضعيف وأعتقد أننا سوف نخترق الضعف وأيضاً أعتقد أن مستوى تأسع وثمانين عشرين هو مستوى كبير وأعتقد أننا كان هناك مستوى جادبة بالنسبة للدعم والمقاومة وهذا هو المستوى المستهدف ما الذي يعنيه ذلك لليورو الذي طبعاً كما تعلم بأنه هو الوزن الأفقل في المؤشر؟ أعتقد أن اليورو يبدو إيجابي فيما تعلق بالتدول نحن نرى أيضاً المقاومة وأيضاً بالنسبة للصعود اليورو مقابل الدولار هو فيما تعلق بالمقاومة أيضاً قد شاهدنا كما قلنا أن هناك ضعف ليد دولار ومنطقة اليورو تتعافى وأصبحت أيضاً هي المتفوقة في اللقاحات وبرنامج اللقاحات متفوق وعدد الإصابات يتراجع وأيضاً فيما تلس الأوروبيين حصلوا على اللقاح وأعتقد أن اليورو سيستمر في الارتفاع مقابل الدولار غير اليورو هل ترى هناك فرص في عملات أخرى؟ قطعاً كما قلت الدولار يتراجع على نتاق واسع وبعد أن نحصل على بيانات أخرى في شهر يونيو أعتقد أن اليورو طبعاً سوف يرتفع مقابل الدولار أكثر من استرليني والعملات الأخرى لأن نمط أيضاً المقاومة والفدرالي أيضاً هذا ما يجعل اليورو هو الذي سيرتفع مقابل الدولار كلي محظة صواق مالية في قوتكروب شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك